في ماتش الزهاب مارسيل كولر أجرى تغييرين في نهاية المباراة كان من ضمنهم أفشة والتاني ريدا سليم فهل من ختم المباراة يبدئان اللقاء ولا نفس البداية بيرستا وإحسين الشحات مع وسام أبو علي دي كلها أفكار بتدرس دلوقتي ما بين مارسيل كولر والجهاز المعاون وعلى ذكر مارسيل كولر فالرجل بيجهز فيديو تحفيزي ده تم التنصيق لي دلوقتي من خلال مسؤولي الإعلام في النادي الأهلي فيديو تحفيزي هيتم عرضه على اللاعبين لن يتم عرضه في الإعلام لكن الفيديو ده بقى على فكرة التحفيز وفكرة الطمع وفكرة الرغبة في حصد البطولات وفكرة الجمهور اللي بيتابع واللي بيدعم واللي بيقازر واللي ما بيقبلش ببطولة واحدة بل بيخلص البطولة عايز اللي بعدها ولقطات من مسيرة البطولة نفسها بأجواءها المختلفة داخليا وخارجيا ده فيديو المفروض أنه هيجهز بيتم إعداده دلوقتي من جانب كولر إلى جانب طبعا الشغل الفني أما يوم الخميس فالكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي سيلتقي لاعبي الفريق ويلقي كلمة تحفيزية الصورة الشهيرة اللي بتستناها دايما قبل المباريات النهائية حيث يجتمع الخطيب في دائرة أمامه عدد من اللاعبين بل كل لاعبي الفريق بيتكلم بنبرته الهادئة وبصوته الرخيم وبكارزمته العالية يلا بينا نكسب الجمهور ما تهدوش ما توقفوش ما تتراخوش فهنشوف الجلسة دي هتصفر عن ايه يوم الخميس وده قبل يومين من المباراة المنتظرة بإذن الله طيب على ذكر الموضوع ده في ماتش الزهاب لم يشارك كهربا في مباراة تونس وكان فيه يعني كلام طلع انه كهربا اعترض على عدم المشاركة قدام التراجي التونسي لكن ما صرح لنا مصدر مسؤول وبيني وبينكم المصدر لما تسألوا كده يقولك ما حصلش بس هو احنا تأكدنا انه ما حصلش مشكلة يعني من كهربا تحديدا في المباراة دي كهربا يعني كان حتى خارج بيقازر اللاعبين اللي كانوا زعلنين من ان المباراة انتهت بالتعادل وكان خارج بيقازر علي معلول اللي تعرض للإصابة وده كان اكتر ما حمل همه في اللقاء ولكن هو طبعا بشكل عام كان مدائن وملعبش لكن هل اعترض هل عمل مشكلة لم يحدث ان قام كهربا باي مشكلة في هذا الاطار